حضرتك شايف ان منتخب السنغال هو افضل منتخب في افريقيا المنتخب السنغال يعني فرقة متكملة يعني عندها يعني وصل درجة الكمال في كل الخطوط يعني لو جينا من المسر حالة المرمى احسر حالة المرمى في العالم من دي الباكين واحد اللي تنين بلعبوا في بارم يونيخ واللي ترى ليه واحد بلعب في نابولي واحد بلعب في توركيا تاريخ ثلاثة بترى نص المعب ثلاثة جمدين جدا يعني ثلاثة من اجمد الناس اللي بتلعب في الدوريات الاوروبية والفروت نفس الحكاية مش كده وبس والاحتياطي كلهم خبرات كبيرة جدا وكلهم فقاديها كبيرة جدا ده ما يديناش يعني ان احنا نبقى في حالة دايما سمعك في الانترو ما يديناش احنا برضو عندنا فرقة كبيرة جدا وعندنا لعبها كبيرة جدا وعندنا كمان استاذ القاهرة اللي هو مرعب لكل المرمى نفسيه يمكن طبعا انا سمعت كابت انطار العاشر هو بقول الكلام التابقوده ده لا بس احنا لعبنا برضو لعبها كويس طبعا طبعا يلعب عليه طبعا يعني هو بس من ناحية نفسية يمكن عشان احنا تأهلنا كاس العالم من الملعب ده يمكن هو فكر في كده لكن الملعب الحلو يدي افانس للبرئتين اللي هما بيلعبه كورة كويس مظبوط ناجي في معلش مرة تانية لانه اليوم يوم المباراة ايه الي بيحصل يعني يوم الجمعة ده كيف يفكر الجهاز الفني وكيف يفكر اللاعبين عديت انت بالامر ده فعشان كده انا عايز اسأل حضرتك تقول للجمهور اليوم ده بيبقى عامل ازاي للعبه والجهاز الفني اليوم ده المباراة هتبقى مثلا ساعة ستة او تمانية اه تمانية مثلا نعم هيبقى فيه افطار اكباري ساعة عشرة ماتش تسعة ونص بالليل يعني اه ساعة ونص حيبقى فيه افطار اكباري ساعة عشرة تمام افطار ومعدين اللي هيبقى ترتاح في غرفها شوية ومعدين تنزل على معادل غدا حيبقى متأخر شوية على ثلاثة ثلاثة ونص اربعة ممكنة قبل المباراة بثلاثة اربعة ساعات ايو وبعدين المحاضرة بقى اللي هيبقى فيها تحليل الفني وشغل المحللين الفنيين والفيديو اللي بتخلي العين يخش المباراة كأنه شافها فيلم سينما قبل كده اه والواجبات اللي حتى اللي هيخدها كل لاعب بركزه كانت فيه واجبات فردية او واجبات جماعية بداية من حارس المرمى يعني مثلا حنيبني اللعب من تحت حنيبني اللعب من على اطراف الملعب كل ده ادوار بيخش فيها حارس المرمى نعم بعد كده تكلفات بقى اللي هي في بتاعة الكرات السابتة والكرات السابتة في الملعب هناك اه كل الحاجات الخاصة اللي لنا واللي علينا ايو اه بعد كده انت بتهيأ بعض الناس نفسيا لامور ممكن تحصل في الملعب يعني مثلا لعيب حيلعب على لعيب خشن هيخبط فيه اه وانت مش هحازه ياخد انظرات او مش هحازه كذا كذا فانت بتهديه نفسيا خالص نحس انه يستقبل العرض اللي هيجيله ده اثناء المباراة مثلا التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي والاستداد هنلعب مثلا نفس الملعب هنلعب من بعد زايرة بعشرة يارضا هنلعب كذا كل الامور الخاصة الفنية اللي تتشرح باشتقاب جدا قبل في المحاضرة والمحاضرة للفيديو وممكن يبقى فيه فيديو للحراس لو حالي البني عامل الكوري الثابتة ضربات الكزاء ازاي بيلعبوها يعني المنتخب السنغالي اه اه طبعا والتكلفات بقى اللي هي اللي بالفردية مين ومين حيبقى عاس القريبة مين حيبقى في الزون او مين حيبقى في الناس اللي مسكة ومين حيبقى في النخطية العكسية كل الامور الخاصة الفنية بالمباراة بعد كده طبعا يمكن انت حضرت طبعا بعض المدربين اللي هم اليوم بعض الحاجات اللي بيعملوها يخرجت بقى عن ضغط النفس والعصب بتاع المباراة فشوية تحريك شوية تضحك انت فاكر طبعا بيعمل ايه بيعمل لك ارجوز قدامك عشان مزار يعني ولولا حد يعني اكتر شوية بياخدوا بقى ويعني يعني يفكوا زي ما احنا بناقول مزبوط بالبلد كل هذه الحاجات تحصل اليوم قبل المباراة وبتحصل كلها الاسبوع كله يعني مثلا الاعداد النافسي ما بقاش زي زماء اللي بقاش ضايرة ممكن تقول كلمتين فاقول الاسبوع وكلمتين فاقول الاسبوع تعمل جملة الجملة دي بقى ليها تأثير والاجاب على اللي انت عايز او الحاجة اللي انت عايز نعم فدلوقتي طبعا كرة الكدم حصل كده تطور كبير وحصل فيها انه المدرب الشغله مش الساعتين بتوع الملعب بس او الساعتين بتوع الصفة او ساعتين بتوع بعض الضهر ايو وقدومتم لك الشغله بقى على مدار اليوم الكامل من حيث التغذية التدليق يعني النوع التدليق اللي قابل اللي حيبقى ستلاف جندول ايه عجن ولا مقر ولا مسح ولا التدليق ده بقى عنصر مهم جدا ونوع التدليق نفسه العضلة محتاج ايه من انواع التدليق في اليوم الكامل ممكن ما تكونش محتاجة عجن اللي ان هي مجهدة عايز انا اقرأه ومش اه التغذية امتى ياخد بروتين امتى ياخد كربوهايدرات امتى ياخد امتى ياخد نشويات امتى ياخد فيتامينز امتى ياخد الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الاستشفى يعني اسرع كل العناصر اللي هي تخدم اللاعب انه هو يكون قبل المباراة على هوبة الاسعادات اه الموضوع يعني مش بسيط يعني كلك لقمتين وشوية بطاطس وبتاعه اه شوية بطاطس وشويات وبتاعه خلاص اه الموضوع طبعا يعني مثلا في التغذية بتفجير الطاقة انت تدي كذا وتدي كذا عشان ساعة المابش يطلع كذا اه اه معادلة يعني يد اثنين كابة الف اربعة زي زمان ها 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 يعني يعني لو كسبنا واحد صفر هل ده بالنسبة لك يبقى مرضي؟ كاحمد ناجي؟ وعلى فكرة على فكرة اه كل النتائج ممكن تبقى يعني اه متاحة هنا وكل النتائج ممكن تبقى متاحة هناك طبعا طبعا حتى الناس ما تبقاش محمد محضرنا فيها على حاجة ايوا ايوا بفرقة ممكن تعمل معك اي نتيجة وانت ممكن تعمل معها اي نتيجة طح يعني بلغة الكورة المسخي اكوال هم هنا وهنا ممكن جدا بتحصل نتيجة يعني مرضية هنا وانعوضها هناك حاجة لان احنا فرقة كبيرة مزبوط فانا بقول للناس احنا كمان حاجة مهمة جدا الناس هتروح من بدري اول صح بالساعة اثنين ولا ثلاثة متعودوش نشجعو بقى ايوا شجعوش ايوا شجعوه في التسخين اول ما الناس تنزل قبل المالش بنص ساعة وفرجوا يدوكوا الحاجة مما يبقى التشجيع ده بقى بحال اللعيبة مزبوط وفرجوا للمنافس مم وتاني حاجة ان احنا ممكن في اي وقت من الاوقات يبقى في حاجة مش حلوة طبعا متنزلاجوش ومتقلبوش كل الحاجات دي لازم الاعلامي اليومين الثلاثة اللي جايين دول نعم يقولهم فيهم كتير اللي ان احنا ان شاء الله ان شاء الله لو احنا عملنا كل حاجة صح خلاص يبقى لباية على ربنا باية على ربنا بالزبط كده لو اللعيبة قدت كل اللي عندها عمل في المكسبة بتاعها كل واحد قدى دوره المدرب قدى دوره النادي اللي راح تشجع شجعت صح زي ما بشوف جمهير النادي الاجي والنادي الاجي خسران المسي اللي فات عم كأنه النادي الاجي كسبان مصبور هو ده المطروف وده منتخب مصر بقى اي ينادي الاجي منتخب مصر اهم من اي نادي و اي حد طبعا انا بقول للناس يعني المباراة ان شاء الله و المبارتين ال مية وتمانين دي على بعض اه نتيجتهم هتتحسب في المية وتمانين دي على مش في اللاثين ديا معلش يا كابتن ناجي عشان دي فرصة ان حضرتك معايا. انا معك يا اسلام. المباراتين يا كابتن. هل بحضر للمباراتين ولا مباراة واحدة. بمعنى ان انا هتكلم مع اللعيبة على مبارات يوم الجمعة. وعندنا بعد كده التلات. ولا انا هفكر في الجمعة وبعد كده حلال. لا هفكر في الجمعة وبعد كده فيه استراتيجية للمبارات تانية على حسب نتيجة المبارات الهولة. حزود الاعباء الدفاعية مثلا اولا. او هزود حد دور دفاعي او دور هجومي على حسب نتيجة المبارات الاولانية. اوكي. السراتيجية بتاعتي. هتتبني على نتيجة المبارات الاولانية. انا اعمل نتيجة اخوائصة هنا ان شاء الله ان شاء الله. اناك هروح اعمل دون مسلا في المنطقة ومنعنا للعيبة على كذا لعيب مثلا. ايه. طب النواية اللعيب اللي انا همسكه دوت الدون او كلمان بتاعه. هيبى نوعيته ايه? اه ممكن انني ولا حمدي ولا عمق ولا تلية ولا ولا ديزو ولا 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 ولا. فممكن استراتيجية تغير على حسب النتيجة المبارات اللي كانت اه عندنا في القاهرة. ممكن انا مثلا لا قدر الله عايزة هاجم بقى وافتح الملعب وغير السراجب منك دون بق plan jan, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. على حسب النتيجة. وان شاء الله انا تكون النتيجة كميشة والنلعب ان شاء الله على اساسها اه في اه في اه في way now insya allah.